السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من التلفزيون المصري وبين يوم المضاء واخر وطل إليكم حدثة 24 ساعة نبدوها بالعنوين لدات اتفاق على استثمارات سعودية جديدة بمصر إجراءات حكومية لوضعها حيز التنفيذ منتدى أسوان للسلام والتنمي المستدامين يختتم أعماله بالتأكيد على ضرورة تمكين الشباب بالقارة الأفريقية رئيس الوزراء الليبي المكلف فتح بشاغة يؤكد ضرورة إخراق كل المقاتلين الأجانب والمرتزقاء من البلاد إلى تفاصيل الأحداث أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات للحكومة بإعداد حزمة من الفرص الاستثمارية للتعاون مع المستثمرين السعوديين ذلك في ظل الإعلان عن عزم الملكة العبية السعودية قيادة استثمارات في مصر بقيمة 30 مليار دولار وخلال اجتماع مجلس الوزراء بمقار الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أشهد مدبولي بما تم توقيعه من اتفاقيات مع الجانب السعودي والتي وصل عندها لأربع عشرة اتفاقية باستثمارات تصل إلى نحو 7 مليارات و7 مليون دولار مؤكدا أنه تم التفاول بشأن الاستثمارات السعودية الجديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة وتبسيط الإجراءات أمامها هذا وقد تابع رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة مشددا على ضرورة تكثيف العمل بالمواقع المختلفة مع الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ هذه المشروعات بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة عقد أعضاء الحكومة اجتماعهم الإسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي الذي استهل الاجتماع بالإشارة إلى زيارة صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مصر والاتفاقيات الأربع عشرة الموقعة بين مصر والسعودية خلال هذه الزيارة والتي بلغت قيمة استثماراتها سبعة مليارات وسبعمائة مليون دولار مشيرا إلى أنه تم التفاوض بشأن استثمارات سعودية جديدة في مصر خلال المرحلة المقبلة تصل قيمتها إلى ثلاثين مليار دولار كما أشار الدكتور مدبولي إلى القمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية التي عقدت مؤخرا بمدينة شرم الشيخ وما تناولته من مسارات للتعاون البناء بين الدول الثلاث والتنصيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية مجلس الوزراء أنهى اجتماعه بعدد من القرارات منها الموافقة على مشروع قرار لتنظيم وزارة الشباب والرياضة ينص على إلغاء المجلسين القوميين للشباب والرياضة ودمجهما تحت مظلة الوزارة ضمن تطوير الهيكل التنظيمي لها توطئة للانتقال إلى العاصمة الإدارية كما وفق المجلس على إعفاء ألف طن من أجزاء الدواجن المجمدة من الضرائب والرسوم الجمركية تمهيدا لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين مجلس الوزراء وفق أيضا على التعاقد لتنفيذ أعمال تنصيق للشوارع والميادين بمدينة شرم الشيخ وشبكات الري في إطار الاستعداد لاستضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في إطار توجه الدولة لتحفيظ القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب للاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة التي أعدت بالتعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومتابعة للموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أوضح خلاله أن المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية بدأت تشهد وجودا تدريجيا للعاملين بالجهاز الإداري بمختلف الوزارات وخلال الاجتماع عرض المسؤولون الموقف التنفيذي لشبكات الاتصالات وأبراج المحمول التشاركية وأنظمة التغذية الكهربائية بالعاصمة الإدارية والموقف التنفيذي لمباني الوزراء والهيئة ومقرات مجالس الوزراء والنواب والشيوخ وهيئة الرقابة الإدارية ومدرية أمن العاصمة ومبنى الإدارة والتشغيل والسنترال إضافة إلى الأحياء السكنية ومشروع جوهرة العاصمة وحي المال والأعمال ومحطة الحافلات المركزية ومركز مصر الثقافي الإسلامي والنصب التسكري وسحة وحديقة الشعب فضلا عن موقف الأعمال الإنشائية بالحي الدبلوماسي ومستشفى العاصمة الإدارية والمدينة الرياضية ومشروعات الطرق والكبار والأنفاق وشبكة أعمدة الإنارة والطريق الدائري الإقليمي ومدينة المعرفة وبوابات العاصمة الإدارية الجديدة إيماني توني التلفزيون المصري نافى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تدوله ببعض وسائل الإعلام والمواقع الأكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من إعلانات تزعى مفتداح وزارة التربية والتعليم مدارس تعليم فنية خاصة في مجال البترول والنقل البحري للطلاب الحاصرين على الشهادة الإعدادية كبديل لمدارس الثانوية العامة وأوضح المركز الإعلامي أن الإعلانات المتداولة هي لكيانات غير تابعة للوزارة مشيرا أن المدارس التابعة للوزارة يبلغ عددها ثمانية مدارس في تخصصات البترول والبتروكيمويات والنقل البحري ويتم اتحتها على منصة التعليم الفني على الموقع الرسمي للوزارة كما نشهد المركز أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء تلك الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلال الطلاب وأولياء أمورهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بهذا الخصوص في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعريف الشباب المصريين بالخارج على قدرات القوات المسلحة القتالية وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم استقبلت قيادة قوات الصعيقة وفدا من شعب الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين في الخارج حيث بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حددا على شهداء الوطن الأبرهر كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطور قوات الصعيقة كما تفقد الوفد معرضا للأسلحة والمعدات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصعيقة اختتمت فعالي منتدى أسوى للسلام والتنمية المستدامين وقد أكد المشاركون في المنتدى في نسخته الثالثة أهمية التكاتف والتعاون بين الدول الإفريقية من أجل تحقيق تطلعات الشعوب من سلام وأمن وتنمية وازدهار وأشار المشاركون إلى ضرورة تمكين الشعب الإفريقي لليمثلوا نسبة كبيرة من عدد السكان بالقارة السمراء كما أكدوا ضرورة العمل على التكيف مع آثار تغير المناخ وشدد المشاركون على ضرورة الاستفادة من دور المرأة كمحفز للصمود نحو السلام والتنمية المستدامين في إفريقيا استقبلت أكاديمية الشرطة وفد من الضباط الدارسين بمعنى الدراسات العليا بوزارة الداخلية الفرنسية الوفد الفرنسي طلع على إمكانات أكاديمية الشرطة وكياناتها التعليمية المختلفة وطلع على دورها في إعداد الكوادر الأمنية محليا ودوليا استقبل الفريق عبد المنامت الرأس رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق كامبوا يانقول أمين عام وزارة الدفاع بجمهورية الكونغة الديمقراطية والوفد المرافق له جاءت اللقاء في إطار توجهات السيد الرئيس عدف التحسيسي بدعم الدول الأفريقية وإقامة علاقات تعاون في المجالات المختلفة وخاصة دول حوض النيل متواصلون مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع ولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة أكثر من ألف قتيل بحايا زلزل مدمر ضرب أبغانستان باشاغا يؤكد تأييده لخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا وولي عهد الكويت يعلن حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة المزيد في السياق هذا التقرير قال رئيس الوزراء الليبي المعين من قبل البرلمان فتحي باشاغا إن حكومته تؤيد إخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد وفي تصريحات صحفية أكد باشاغا أنه يؤيد بشدة قرارات لجنة 5 زائد 5 التي اتفقت على وجوب إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا يذكر أن حكومة فتحي باشاغا قد بدأت عملها في مدينة سيرت شرق البلاد بعد أن تمسك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد لتبيبة بالبقاء في منصبه وصل ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى العاصمة التركية أنقرة في إطار جولته الخارجية التي شاملت مصر والمملكة الأردنية واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة هذا وقد أكد بيان سعودي تركي مشترك أن البلدين بحثا تسهيل حركة التجارة بينهما تأتي الزيارة قبل القمة المرتقبة في الرياض للرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن الشهر المقبل أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور وقال ولي العهد أن الكويت لن تحيد عن الدستور ولن تقوم بتعديله أو تعطيله كما ناشد ولي العهد أبناء الكويت أن لا يضيع فرصة تصحيح المصار والعمل صالح الوطن تجنبا لاتخاذ إجراءات أخرى يعد قرار الحل هو الأول من نواه في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر من عام 2020 وكانت آخر مرة تم حل مجلس الأمة فيها عام 2016 لقي نحو ألف شخص مصارعهم وعصيب أكثر من 1500 آخرين أثر الزرزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان وقال مسؤولنا أفغان إن معظم الوفيات في إقليم بكتيكا شرق أفغانستان ذلك وسط توقعات بالإتفاع على الضحايا مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي بلغت قوته 6.1 درج على مقص ريختر وقع على بعد 44 كم من مدينة خوست جنوب شرق أفغانستان مشيرة أن الهزة تشعر بها نحو 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند هذا وعرب بمصر عن خالص التعازي والمواساة لأفغانستان في ضحايا الزلزال المدمر للضرب بولاتي بكتيكا وخوست ما أسفر عن مصر وإصابة المئات وفي بيانة الخارجية عبر بمصر حكومة وشعبا عن صادق مواساتها لأسر الضحايا متمانية سرعة الشفاء للمصابين كافة وأكد بمصر تضامنها مع أفغانستان في هذا المصاب الأليم وفق الكنيسة الإسرائيلي على حل نفسه في خطوة تمهد لإجراء خمس انتخابات في أقل من أربع سنوات وصوت أعضاء الكنيسة على قرار الحل في قراءة أولية لمشروع قانون من المتوقع أن يتم الانتهاء من الأسبوع المقبل نتابع استجابة لدعوة إلى انتخابات جديدة هي الخامسة خلال أقل من أربع سنوات وفق الكنيسة الإسرائيلي على مشروع قانون ينص على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تسع فيه الحكومة إلى تعجيل إقرار القانون فيما تحاول المعارضة بزعمة رئيس الوزراء السابق بن يمين نتنياهو المماطلة للعودة إلى السلطة دون إجراء انتخابات ويؤكد المراقبون السياسيون أنه في حال إقرار القانون في هذا التصويت التميدي ينبغي بعد ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة وثلاث عمليات تصويت يشارك فيها كل أعضاء البرلمان بعدها تجرى الانتخابات المرتقبة ولحين هذه المرحلة سيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال وفقا لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع رئيس الوزراء نفتالي بنات بعد انتخابات عام 2021 وشكل تحالفا للإطاحة بنتنياهو الذي رحب بدوره بانهيار الائتلاف وتعهد بتشكيل حكومة يمينية جديدة بعد الانتخابات الجديدة هذا وقد توردت أنباء عن إجراء حزب الليكود بزعمة نتنياهو محدثات لتشكيل حكومة جديدة قبل حل البرلمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على مدينة لشتشانك الصناعية الاستراتيجية القريبة من سفر دونسك في منطقة دونبس شرق البلاد دمر كل شيء فيه بينما أشاركيه بالدعم العسكري الألماني ووصول مدفع ذاتية الدفع إلى أوكرانيا نتابع مع حضراتكم قتل أكثر من عشرين شخصا جراء قصف روسي على مدينة خاركييف ثاني كبرى المدن الأوكرانية والمناطق الرفية المحيطة بها وقالت كييف إن استمرار القصف على مدينة خاركييف يعد محاولة من روسيا لإكبارها على سحب قواتها وعتادها من ميدان المعركة الرئيسي ويعد هذا القصف بحسب المراقبين هو الأسوأ منذ أسابيع على تلك المنطقة التي شهدت هدوءا نسبيا خلال الشهر الماضي يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في مدينة سفيرو دونسك التي أعلنت روسيا أنها تقوم بمحاصرتها منذ الأسبوع الماضي على جانب آخر قالت وكالة انترفاكس الروسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يحدد إجراءات مؤقتة للوفاء بالتزامات الدين القارجي وأضافت الوكالة أن بوتين أمر الحكومة باختيار عدة بنوك في غضون عشرة أيام للتعامل مع مدفوعات السندات الدولية في ظل خطة جديدة مشددا على أن روسيا ستعتبر أنها أوفت بالتزاماتها بشأن مدفوعات السندات الدولية إذا جرى دفعها بالروبل الروسي في المقابل قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا ما زالت بعيدة وفي تصريحات له قبل اجتماعات مجموعة دول السابع وحلف شمال الأطلنطي دع شولتس حلفائه الغربيين إلى الاستمرار في دعم كييف من خلال فرض العقوبات ضد روسيا وتسليم الأسلحة لأوكرانيا وأضاف المستشار الألماني أنه دع الرئيس الأوكراني إلى المشاركة في قمة مجموعة السابع من أجل الاتفاق على خطة مارشال الخاصة بأوكرانيا في إشارة إلى المبادرة التي تم بموجبها إعادة بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية إلى جولتنا الصحافية من جريدة الغمهورية القباج المبادرة الرئاسية حياة كريمة وحقوق الإنسان أولوية القيادة السياسية من جريدة الأهرام القوى العاملة تعيين 1125 شابا منهم 25 قادر باختلاف بالغربية من جريدة أخبار اليوم حملتان لنظافة نهر النيل بمشاركة 65 متطوعة من الشباب برأي تنظيم حملتين لنظافة نهر النيل من المخلفات البلاستيكية جريدة لهم السهبع الصحة تطوير وفاكفة 139 مستشفى بقيمة 27 مليار و561 مليون جنيه فازت مصر ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اتحاد هيئة مكافحة الفزد الأفريقية 2022 إلى 2025 كانت مصر قد شاركت بالاجتماع السنوي الخامس للجمعية العامة لاتحاد هيئة مكافحة الفزد الأفريقية ببروندي بعنوان حماية ثروة إفريقيا مكافحة الفزد والتدفقات المالية غير المشروعة وخلال الاجتماعات عرضت ممثل هيئة الرقابة الإدارية أبرز الممارسات الناجحة وتحديات تنفيذ استراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفزد 2019-2022 حيث فازت مصر برئاسة الاتحاد كما فازت مالي بمقعد النائب الأول وفازت الكاميرون بمقعد النائب الثاني هذا وقد وفق الاتحاد على طرق جنوب إفريقيا باستضافة الاجتماع السادس للاتحاد العام القادم وزيرة التجارة توقع على نوايا مشترك مع الجانب الألماني لتدريب مدير الأعمال التنفيذيين والمؤشات تؤكد أهمية الجهود العالمية لدفع العمل المناخي وخفض أضرار التغيرات المناخية بينما النفط يهوي بما يقارب 5 دولارات مع دعوة بايدن لخفض الضرائب على الوقود المزيد من الأخبار الاقتصادية في سياق هذا التقرير نبدأ تقريرنا الاقتصادي من توقيع وزارة التجارة والصناعة والوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألمانية إعلان نوايا مشترك بشأن استمرار التعاون الألماني المصري في تنفيذ برنامج تدريب مديري الأعمال التنفيذيين الذي تم توقيعه في الثامن من ديسمبر من عام 2020 حتى نهاية عام 2025 ألقت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الكلمة الافتتاحية في الجلسة النقاشية التي عقدت بمنتدى صندوق أوبيك الدولي الأول بفييننا وأكدت المشاط أهمية الجهود العالمية لدفع العمل المناخي وخفض أضرار التغيرات المناخية على مستوى العالم والحفاظ على البيئة وضمان مستقبل مستدام للجميع موضحة أن العمل المناخي أصبح أمرا لا غنى عنه لتحقيق التنمية إلى أسعار النفط العالمية حيث تراجعت الأسعار تراجعا حدا وسط مساع من الرئيس الأمريكي جو بايدن وذلك لخفض الضرائب على الوقود بهدف تقليل التكلفة التي يتكبدها السائقون في ظل توتر العلاقة بين البيت الأبيض وقطاع النفط الأمريكي وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مازيك برنت بنحو 4.1% بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنحو 4.6% على جانب آخر قالت وكالة الطاقة الدولية إن الاستثمارات المقرر ضخها في قطاع الطاقة هذا العام بقيمة رليونين و400 مليار دولار لكنها لا تزال غير كافية لسد الفجوة بين العرض والطلب ومواجهة ظاهرة تغير المناخ وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية إن ضخ زيادة هائلة في الاستثمارات الرامية إلى تسريع وطيرة التحول إلى الطاقة النظيفة هو الحل المستدام الوحيد وأضاف أن هذا النوع من الاستثمار آخذ في الارتفاع لكنه في حاجة إلى زيادة أسرع بكثير لتخفيف الضغط على المستهلكين والآن جاء موعدنا مع جولة الكاميرا في أحداث 24 ساعة ترجمة نانسي قنقر اجلاء مئات الألاف من المواطنين بسبب الفيضانات في جنوب الصين وفي ضنات عاري ما تكتاح الهند واندلاح حراء الغابات في جنوب غرب تركيا المزيد في السياق هذا التقرير تم اجلاء مئات الألاف من منازلهم في جنوب الصين إثر استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والتي تسببت في ارتفاع منسوب المياه في الشوارع بالإضافة إلى وقوع العديد من الانزلاقة الطينية كما أغرقت الأمطار المئات من المنازل وعدد من الطرق وتم إغلاق العديد من المنشآت المهمة وتحويل العديد من المدارس إلى مراكز إيواء مؤقتة لتلقي الرعاية اللازمة أعلنت السلطات الهندية حالة الطوارئ إثر تعرض البلاد لموجة من الفيضانات العارمة والتي أدت إلى مقتل أكثر من 44 شخصا وتدمير المئات من المنازل الفيضانات تسببت في إلحاق أضرار جسيمة في البنية التحتية للبلاد وتم إجلاء أكثر من 15 ألف شخص على قوارب مطاطية إلى مناطق أكثر أمنة اندلعت حرائق غابات مدمرة في جنوب غرب التركيا وقد ساعدت سرعة الرياح في انتشارها وأدى الحريق إلى تدمير آلاف الهكتارات من الغابات في حين تشارك قوات الإطفاء التركية بالإضافة إلى المروحيات في عمليات إطفاء الحريق وطالبت السلطات المواطنين بضرورة النزوح إلى أماكن آمنة وفيما يلي إلى حضراتكم بيانة من درجات الحرب توقع اليوم الخميس على محافظة مدن جمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدرجات الحرب متوقع إن شاء الله نكون قد وصلنا إلى ختمي أحداث 24 ساعة جاءت لحضراتكم في التلفزيون المصري شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر